ساعات قليلة بعد إطلاقها عددا من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان قبالة سواحلها الشرقية كوريا الشمالية تبعث برسالة تحدي ليست كالرسائل القديمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون لم يتأخر كثيرا في ترجمة وعيده النووي أطلقه خلال كلمة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية فكشف لأول مرة عن منشأة لتخصيب اليورانيوم صور نادرة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يظهر خلال هكيم متجولا في أرجاء المنشأة يتفقد على ما يبدو أجهزة الطرد المركزي ويتعرف من غرفة التحكم على التشغيل العام لخطوط الإنتاج خلال زيارته لمعهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية الصالحة لصنع سلاح صرح الزعيم الكوري الشمالي بأنه شعر بالقوة لرؤية موقع العمل ينتج مواد نووية بشكل ديناميكي وحفز العلماء النووين المخلصين لحزبه على بناء قوة نووية عالية للدفاع عن النفس كوريا الجنوبية التي تراقب تحركات جارتها الشمالية عن كثب سرعت إلى التنديد بموضي بيونج يانج في برنامجها النووي بعد نشر الصور النادرة التطوير غير القانوني للأسلحة النووية من جانب كوريا الشمالية يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن وتهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم الكشف عن منشأة لتخسيب اليورانيوم يرفع صقف المخاوف أكثر في شبه الجزيرة الكورية من تسارع خطى كوريا الشمالية نحو القيام باستفزازات أكبر في المستقبل عندها لن يكون بإمكان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وقف طموحات بيونج يانج في رفع عدد رؤوسها النووية الخمسين اشتركوا في القناة